أحمد الله من شهور أرسلاء ومسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضي الألاء ومن يضلل فلا هذي الألاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لأشهد كلا وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي ألي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إبعاد الله إن تقو الله تعالى وابتقوا يوم الفرجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبك وهم لا يؤلمون إبعاد الله واعلموا أن للمسجد حروة ومكانة فإنه بيت بيت الله لا يولد أحد إلا الله واعلموا أنه محبط الرحمة وملتقى الملائكة والسالحين وقال أضافه الله تعالى إلى نفسه إضافة تشريف وإجلال فقال تعالى إنما يأمر مساجل الله من آمن بالله واليوم بالآخر إبعاد الله إن المسجد مضفر إبعادة ومعاهد العلم وهي أيضاً الرابضة القوية إلى المسلمين لا نقتص فقط على السلاة فيها بل نردها حقها بكل معانيها أي معمرها حسياً ومعنوياً كما قال تعالى إنما يأمر مساجل الله من آمن بالله واليوم الآخر وإمارتها حسياً كما حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان بن أفان في السحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجداً يهتغي به وجه الله بنى الله له لثله في الجنة فإنخل في هذا أيضاً تنظيفه وتطيبه والمناية به خاصة يوم الجمعة وقد ثمت في حديث أبي هرير أن رجلاً أسود أو مرأة سوداء كان يوم المسجد فمات فسأل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا مات قال أفلا كنتم آمنتموني به وقال صلى الله عليه وسلم دلني على قبله فأتى القبر فسلى عليه صلى الله عليه وسلم رأوه البخاري عباد الله ما دام أن المسجد مكانة عبادة ودفاء عن الدين لا بد له من آداب التي يجب على مسلم أن يتحلى بها التي يجب على كل مسلم أن يتحلى بها من في دخوله وجلوسه وصلاته وخروجه من هذه الأداب أولاً أن يعتار كل مسلم النظافة والطهارة عند اتياله إلى المسجد ثانياً أن لا يأخل المسجد وهو خبيث رائعاً ثالثاً أن يقدم اليمنى عند دخوله قائلاً اللهم افتح لي أبواب رحمتك رابئاً أن يقدم اليسرى عند الخروج قائلاً اللهم إني أسألك من فضلك خانساً أن يسدي ركعتين إذا دخل تحية للمسجد ثالثاً أن يأتي مبكراً إلى المسجد إذا كان يوم الجمعة ليكون في سحف الملائكة ليكون في سحف الملائكة سابعاً أن يتجنب تخطي الخار الناس إلا عند سد الفرجة ثامناً أن ينست إذا خضب الإمار تاسعاً أن يعتني أن يعتني بإمارته جسياً ومعنوياً ومعنوياً كما سبب إبادة الله فهذه الآداب كثيرة نقتصر ونقتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك نشر الله إلا أنت نستغفر قولته إليه سابعاً 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر